حرقتنا النهاردة بعنوان الخاين المسطور الخاين المسطور خلينا نتكلم عن الخاين المسطور ولكن قبل ما نروح للحدوتة دي ونتكلم عن الخاين المسطور أنا عندي كلمتين محشورين في ظهوري عايز أقولهم مدايقيني جدا كلنا طبعاً اليومين دول شايفين اللي بيحصل في الأراضي المحتلة في فلسطين شايفين جرائم الحرب اللي بتنفذ على أوسع نطاق شايفين الممارسات أو ممارسات قوات الاحتلال على أهلنا في غزة شايفين حرب غير متكافأة ولا يجوز أن نطلق عليها كلمة حرب لأن النهاردة هم بيتكلموا ويقولوا إحنا داخلين حرب وإحنا هنحارب وعندنا مجلس حرب وإنها دي مش حرب بأي شكل من أشكال الحرب بتبقى ما بين جيوش ما ينفعش تبقى ما بين جيش وعزل دي ما تبقاش حرب دي نطلق عليها إبادة إبادة جماعية هولوكوست يعني لما النهاردة ناس عزل ستات وأطفال ورجالة كبار في السن وشباب حتى ورجالة في بيوتهم كانوا عايشين في أمان لا يحمل سلاح كل هموا في حياته إنه يخرج الصبح يسعى لأكل عايشه عشان يرجع بلقمة ومصاريف بيته ومصاريف هولاده لما نشوف دول النهاردة بيتضربوا بالطيارات دي تبقى جرائم حرب لما نشوف أماكن النهاردة بتتحرق بالكامل بقذيفة طيارة دي جرائم حرب لما يضربوا عزل بيهربوا ووصلوا لحد المعابر دي جرائم حرب لما يقطعوا الأكل والمية والكهرباء والأدوية وكل المستلزمات عن ناس غلابة عايشة في حالها دي جرائم حرب لما يخصفوا مستشفيات ومساجد دي جرائم حرب لما يخصفوا أحياء بالكامل دي جرائم حرب يعني كلنا بنتكلم في حياتنا وعايشين وبناكل ونشرب ونشتغل ونروح ونعمل برامج واللي بيشتغل في بنك ولكن كلنا عندنا إحساس سيء جدا بالأزية اللي بنشوفها لإخواتنا وأهلنا في غزة النهاردة قوات الاحتلال كل الهدف الرئيسي بتاعها تفريغ غزة من كل الفلسطينيين اللي عايشين فيها وتهجرهم وخرجهم من غزة علشان تصبح الأرض بالكامل ملكهم بالشكل ده هتنتهي القضايا الفلسطينية تماما مش يبقى فيه قضايا فلسطينية خلصت الحدوتة النهاردة اللي بيحصل على الأرض بدعم من قوى عالمية زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا ودول كتيرة جدا بتدعم هذه الجرائم ده شيء بشع جدا الغريبة في الموضوع إن إحنا كعالم عربي لازم يكون لنا وقفة لازم يكون لنا وقفة دول عربية كتير لازم يكون لها وقفة لازم يحصل حاجة يعني بجد أنا مش عارف أقول إيه شيء مؤسف ومؤذي جدا وكلنا كمصريين متدايقين جدا وكلنا مستقين جدا وحالتنا النفسية سيئة جدا وقلبنا مع الشعب الفلسطيني في غزة خالص العزاء لألافات الشهدة اللي توفوا وخليني أركز على إنهم شهداء شهداء خالص العزاء لأسر ألافات الشهدة ونتمنى الشفاء للألافات المؤلفة المصابين اللي محتاجين حباي الدواء محتاجين حقنة محتاجين سرير في مستشفى ومع الأسف من ضمن جرائم الحرب اللي بيرتكبوها هؤلاء إن بيقصفوا هذه المستشفيات ويخلوا هذه المستشفيات يعني بجد أنا في حالة حزن مريت بتكارب كتير جدا في حياتي وشفت حروب كتير لكن المرة دي في عصرة غصة في القلب من اللي بيحصل في غزة من قناة أوبلس أنا بأعلن تأيدي للشعب الفلسطيني الحر بأعلن تأيدي لكفاح الشعب الفلسطيني ضد قوى الاحتلال الغاشم قوى الاحتلال المجرم وبقولها بقلب وبقولها بجد من قلبي لكفاح الشعب الفلسطيني